في مشهد غير مألوف تجمعت أعداد كبيرة من طيور الفلامينغو في سماء وبحيرات مومبي على الساحل الغربي للهند للتكسو الأمكنة باللون الوردي يعتقد أن ظهور طيور الفلامينغو بهذه الأعداد الهائلة مرده إلى إجراءات الإغلاق والحضر التي أدت إلى انخفاض مستويات التلوث البيئي في تلك البقعة المكتظة بالبشر والمعامل ودخان السيارات وتوقعت جمعية مومبي للتاريخ الطبيعي أن تكون أعداد طيور الفلامينغو قد زادت هذا العام بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي أسراب الجيش الوردي هذه تعيش في مستعمرات كبيرة على شواطئ المسطحات المائية هناك تتغذى على القشريات الصغيرة والتحالب في فصل الشتاء تهاجر إلى المناطق الساحلية الجنوبية والغربية من الهند لا نرى طيور الفلامينغو هنا كل يوم لذلك عندما تبدأ فترة الهجرة وتجتمع أسراب ضخمة منها نعتبر هذا حدثاً مهماً أنا أحب الطيور بأنواعها لذا تبدو لي مثل هذه الظواهر جميلة بشكل سحري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر